مع الاقتراب من عيد الميلاد من المفروض تبلش مرحلة تحضيرات الشجرة والمغارة السنة المحلات مليانة بالزينة ولكن فاضية من الزبائن وهالأمر غير مستغرب لأن الأسعار خيالية تتراوح أسعار شجرة العيد بين مليون و200 ألف ليرة وممكن توصل إلى 33 مليون ليرة لبنانية وهالأرقام بتختلف حسب طولة ونوعيتها أما زينة الشجرة والغالبا بتكون عبارة عن بول فما بيقل سعر العلبي اللي بتحتوي على 4 أو 6 بيت ملونة عن 20 ألف ليرة وممكن يوصل سعر الطاب الوحدة لأكتر من 100 ألف ليرة حسب حجمها وطريقة صناعتها أما بالنسبة لمجموعة أشخاص المغارة واللي بتشكل أساس العيد فمعدل سعر الحجم الوسطي منهم هو 500 ألف ليرة لبنانية وأخيرا حتى إضاءة الشجرة ارتفعت كلفتها وبتختلف حسب العدد والنوعية ولون الإضاءة وبتراوح سعره بين 30 ألف وممكن يوصل لـ 100 ألف هالميزانية بتختلف حسب مختلف المحلات والمناطق ولكن بعد ما قمنا بعملية حسابية للسعر الوسطي لشجرة العيد مع الزينة بيكون اللبناني بحاجة لـ 5 ملايين ليرة ليعمل شجرة ومغارة بالحجم الوسط كيف رح تزينه يعني لـ ما رح تزينه لأنه كثير غالي ما في مجال أقول أنا عندي زينة من قبل رح أستعمل زينة من قبل اشتريت بس لات على البطارية لأنه كهرة بقفش غيرنا الزينة لا بس عم نزيد عليها لنحس شوي تفرح بس الأسعار كثير خيالية يعني هلا إذا بتسميه على الدولار أرخص بس مين عم بيقبض دولار بها البلد كل اللون عم بيقبضوا لبناني هلا عم بنقي كم شغلي يعني إذا بتشوفي مثلا مليون و تسعمية ألف حيضا مثلا مليون و تسعمية ألف ما بعرف قديش الواحد بيقبض لحتى يجيب مليون و تسعمية ألف بالموجود صراحة يعني بتصير تعادلة شوى 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 شوفيك تقطع بتقطع بس إنه كازينة جديدة من أولو جديدة كله كله يعني غلى إذا بتشوفي يعني إذا بديك جيب الأشخاص بمليون و خمسمية يعني قدم عاش صار عم بعمل ديكوراسيون أنا قدمة فيي بجري بوفير لأنه هالقيام كتير صعبة بظل الغلى الفاحش بالمحلات معظم العيال اللبنانية ما رح تقدر تجدد زينة العيد ورح يستعملوا الزينة الأديمة الموجودة بالبيت وممكن يزيدوا عليها كم قطعة جديدة عند الضرورة ولكن بالنسبة للأشخاص اللي بيتقادروا وتبهم بالعمل الأجنبية فأسعار الزينة منطقية ومعقولة الأسعار بعدها مثل ما هي بالنسبة للدولار بينما بالليرة اللبنانية نظرا لسقوط الليرة وعلى الشيط ليبر اللي نازلي فيه يعني هالنحطات اللي صارت فيه من اللي أنه الأسعار صارت غالية جدا بالنسبة للليرة الأسعار تتغير بشكل كبير من سنة إلى اليوم بفتكر سيفي إذا فينا نقول 50% من الأسعار طلعت وهلأ ما طلعت الدولار بين يوم والتاني أكيد رح تطلع كتر وأكتر معيدة ليد سعر صارت في الليرة مقابل الدولار بتشكل الحج الأساسية لغلاء الأسعار سواء بطريقة منطقية أو غير منطقية أما من وجهة نظر التجار فمن الضرورة زيادة الأسعار لو كانت البضاعة موجودة نفسها من السنوات الماضية وذلك للحفاظ على قدرتهم باستيراد البضاعة الجديدة بالتالي بصف اللبناني عم يتفرج على الزينة بينصدم وما بيشتري فكم شجرة وكم بيت رح تغيب عنه زينة العيد السنة